موسيقى من بيروت مساء الخير وأهلا بكم إلى برنامج جيران العرب الذي يتناول ملف التوتر القائم في جنوب السودان بعد الإعلان عن وجود نائب الرئيس السابق رياك مشار في الخرطوم وأفاق تحركه باتجاه العودة في ظل عدم الحماسة الدولية لذلك إضافة إلى موقف المعارضة في القسم الأول نصعرض مستجدات المشهد الميداني والسياسي في جنوب السودان بعد التأكيد الرسمي لوجود مشار في الخرطوم وما إذا كان يستعد للعودة إلى الجنوب وهل يمكن أن يدفع هو والرئيس سلفاكار ثمن الحل وفي القسم الثاني نقدم قراءة في أفاق الحل الممكن مع دخول قوات حفظ السلام وفرض قرار مجلس الأمن ووقف العنف وحماية المدنيين وما هو الدور الدولي في الحل السياسي أرحب بضيوفي في الأستوديو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس وبيروت الدكتور وليد عربيد أهله وسهلا فيك ومن الرباط دكتور خالد الشكراوي رئيس وحدة الدراسات الأفريقية في جامعة محمد الخامس ومن الخرطوم الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس الصحافي المتخصص بالشؤون الأفريقية أهلا بكم جميعا نبدأ مع تقرير حول المستجدات في المشهد الميداني لجنوب السودان ونعود للحوار على وقع الرصاص والقصف وهدير الطائرات اختف رياك مشار زعيم المعارضة المسلحة ونائب رئيس جنوب السودان السابق في تموز يوليو الماضي من جوبة لأيام عدة لم يعرف مكان الرجل الذي اتهم حكومة بلاده بمحاولة قتله مشترطا لعودته تعيين قوات أجنبية عازلة حين بدأت الصورة تتضح علم أن الرجل بات في السودان بعد محطة قصيرة في جمهورية الكونغو وأعلنت حكومة الخرطوم أنها تستقبله لأسباب إنسانية بعد أن أصيب بقدمه أثناء محاولته الهروب إن بقاءه في جوبة قد أصبح شبه مستحيل بعد أن اندلعت اجتباكات عرقية دامية بين متمردين تابعين له والجيش الشعبي النظامي في أيام قليلة فقط سجل سقوط ثلاثمائة قتيل وتشريد الألاف ونزوح ألاف أخرى إلى دول الجوار وبدأ أن البلاد تتجه نحو استعادة حربها الأهلية التي شهدتها في العام ألفين وثلاثة عشر تل ذلك تعين ميارديد لوزير التعدين والمفاوض السابق عن المعارضة طعبان دينجاي في منصب نائب الرئيس الأول عادت البلاد سياسيا وأمنيا إلى خانة الصفر كانت عين الأمم المتحدة على جوبة عاصمة البلد الوليد فرائحة القتل منبعثة ومصير ألاف المشردين وقصص الاغتصاب الموثقة دون رادع دفعت بالمجتمع الدولي إلى اتهام القوات الحكومية بالضلوع المباشر في كل تلك الفضائع الثاني عشر من آب أغسطس كان لابد من التحرك أقر مجلس الأمن الدولي وتحت البند السابع إرسال قوات دولية جديدة إلى جنوب السودان مفوضا إياها باستعمال كل الوسائل الضرورية للقيام بمهامها رفضت حكومة جوبة القرار لكن بعد التلويح بحظر الأسلحة على البلاد أذعنا سلفاكير وستكون بلاده على موعد مع أربعة آلاف جندي دولي يضافون إلى قوات أممية قوامها 12 ألف جندي موجودين في البلاد دكتور وليد أسمح لي أن أنتقل مباشرة إلى الخرطوم وأبدأ مع أستاذ عبد المنع أستاذ عبد المنع اليوم رياك مشار موجود في الخرطوم هل هو موجود للتحضيرات والاستعدادات للعودة لجنوب السودان أم هو موجود للتحضيرات للخروج من المشهد السياسي وجود الدكتور رياك مشار بالخرطوم يبدو مشهد وجوده معتما للغاية فعند الإعلان عن وجوده أعلنت على الحركة التي ينتمي إليها أن الدكتور رياك مشار سيكون موجودا في الخرطوم لفترة مؤقتة وسيقوم بعض الأنشطة الرسمية في مقابلة رسميين سودانيين ثم ينتقل إلى دول الإيقاد ليلتقي بغيادات دول الإيقاد لبحث أفاق تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان ولكن بعد وقت قصير خرج أحد غيادات حركته وأعلن أن الدكتور رياك مشار لن يمارس نشاطا سياسيا في الخرطوم ولن يلتقي أجهزة الإعلام ويبدو أن حتى الحالة الصحية لدكتور رياك مشار لا أحد لديه معلومات تفصيلية حوله لأنه عاقب خروجه بالمستشفى لم يصحر للعلن نهائيا إنما لقاءات متقطعة مع بعض من غيادات حركته وأعلن اليوم أن المتحدث باسم حركته سيصل إلى الخرطوم غدا للقاء الدكتور رياك مشار فيبدو أن مشهد دكتور رياك مشار هل سيعود للحركة السياسية هل أنه هي بداية لتخليه واعتزال العمل السياسي يبدو أن الأمر معتم للغاية ولكن بعض الإشارات التي صدرت من المبعوث الأمريكي للدولتين جنوب السودان والسودان من أنه ليس من الحكمة أن يعود الدكتور رياك مشار للأجوبة أشارت إلى أن المؤشرات لمستقبل الدكتور رياك مشار في الواقع السياسي في جنوب السودان كما أن السيد تعبان دينغ نائب رئيس دولة جنوب السودان الذي خلف الدكتور رياك مشار في موقعه بدأ يحصل على بعض الاعترافات من بعض الدول من خلال أنه اليوم سافر إلى دولة أديس أبابا للإلتقاء برسميين هناك واللي يبحث آفاق تنفيذ اتفاق السلام الذي وقعه وقعته حركة دكتور رياك مشار مع الرئيس دولة جنوب سلفاكير يعني تعني بذلك أخذ دور رياك مشار وبدأ يمارس دوره وكأنه هو النائب الرئيس الفعلي اليوم حاليا ويقوم بهذه الاتصالات والتواصل ويمكن الاستمرار بالاتفاق الذي جرى في العام 2015 ولكن ليس بوجود رياك مشار وإنما بوجود دينغ هو أعلن هو أعلن أنه يريد أن ينفذ اتفاق السلام وقال أن الاتفاق السلام لم يوقع مع الدكتور رياك مشار بصورة شخصية وإنما وقع مع الحركة وهو يمثل الحركة باعتبار أنه كان نائب رئيس دكتور رياك مشار وكان هو يمثل القائد العسكري للحركة كما أنه في ظل وجود رياك مشار بالخرطوم قام تعبان دينغ بزيارة للخرطوم والتقى بمسؤولين من الخرطوم وأعلن عن اتفاقات بينه وبين المسؤولين من الخرطوم فهو وقبل الخرطوم زار نيروبي والتقى بمسؤولين في كينيا فتعبان دينغ يحاول أن يقوم بدوره ومنذ البداية وأنه يريد أن ينفذ اتفاق السلام بل أنه لا حاجة لعود رياك مشار لجوبا وأن الدور السياسي لرياك مشار قد انتهى يعني هل برأيك هناك تواطئ دولي على رياك مشار بأن دوره انتهى حاليا لم يعد بحاجة إليه وما هو موقف المعارضة سيكون في هذه الخطوة على الرغم من أن الوسيط الأساسي في الاتفاق السلام هي منظمة الهيجاد منظمة دول شرق أفريقيا للتنمية أعلنت عندما تم عزل رياك مشار وتعين تعبان دينغ أنها لا توافق على هذا وأن الشخص المعتمد لديها رياك مشار ولكنها بعد ذلك صمتت بل أن بعض دولها التقت تعبان دينغ بوصفه نائبا للرئيس ثم خرج التصريح الذي صدر من مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية لدولتي السودان قطع بأن هناك جهات دولية تريد لرياك مشار أن ينزوي وأن ينتهي دوره السياسي إلى هنا هذا واضح جدا أن جهات دولية وإقليمية تريد لرياك مشار أن ينهي حركة مستقبله السياسي إلى هذا الحد نعم دكتور وليدي ما رأيك بالكلام الذي يطلقه السيد عبد المنعم وهل فعليا الولايات المتحدة الأمريكية قررت أن هناك انتهاء لدور مشار حاليا يعني في وجوده في خرطوم يعني نستطيع القول بأن مشار يعني يتباح سريا مع رئاسة الأول الحكومة السودانية لأن السودان الخرطوم تبقى لاعبا أساسيا في الأزمة جنوب السودان ولكن نشوف نحن على الأرض شو صار لحد الآن صحيح أنه يعني قوات مشار يعني يعني تلقت صفعات يعني قوات المعارضة قوات المعارضة ولكن تطرق إلى كلمة صغيرة وهي أن الدول الجوار دول الجوار لجنوب السودان طبعا يعني يعني دول الاتحاد الأفريقي وشرق أفريقيا لها دور أساسي في إيجاد حلول هل هل انتهى دور نشاء أنا على ما أعتقد لا اليوم يرتد إلى العمق الاستراتيجي اللي هو من الممكن أن يكون الخرطوم هو عمق الاستراتيجي طبعا فيه بالخرطوم لأنه حين انصلق جنوب السودان عن السودان يعني تبقى يعني شمال السودان العمق الاستراتيجي لأي تفاعلات وتناقضات سياسية وعسكرية ولكن هل تستطيع الخرطوم مواجهة هكذا قرار إذا كان قرارا دوليا بانتهاء دوره حاليا يعني إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية يعني أنت بتعرفي هلأ جنوب السودان الصراع في أفريقيا أكبر من صراع الدول الشرقي أفريقيا من الأفارقة هناك صراع خفي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يعني وأصبح صراع دولي معروف وبعد نجي أنا من الكونغو يعني لحظت على الأرض السؤال اليوم أنه جنوب السودان التي نصلخ عن بيستقل عن السودان هل هو الدولة لحد الآن لحد الآن فيش انفرستكتور يعني هناك كمان قبائل وقتنيات منا ألف كال هلأ الصراع الأكبر هو الصراع الأمريكي الصيني بديكشوفي أنت الفرقاء من هم مع سلفاكير ومن هم مع نشار أنا بأعتقد بديكشوفي الدول المجاورة الدول المجاورة يعني اللي هني بالقلب الأفريقية اللي تبحث بيعطاء دور في المستقبل لجنوب السودان يبقى سؤال أكثر أنه في العمل السياسي وفي العمل العلاقات الدولية ما من أول العلان رجل سيئ انتهى يمكن تقول انتهى لفترة ما وضع على الرف ولكن اللي استجمع قوى القوى الدبلوماسية والعسكرية والسياسية بجلب تحالفات أكتر يعني تكلم الأخ بالخرطوم عن أنه الذي عين محل نفس يقوم بجولات ولكن هل اعترفت هذه الدول نحن نعرف أنه أديسة بابا هي مقر الاتحاد الأفريقي وأديسة بابا هي لاعب أساسي بالأزمات يعني شرق الأفريقية لذلك بديك شوف كيف العمل السياسي بالوقت الحاضر على الأرض لحد منطقة جنوب السودان لحد منطقة صحيح أنه غنية يعني غير مستقرة غير مستقرة غير فيهش انفرستركتور فيهش يعني بنى تحتية يعني طرقات يعني بعدها جمهورية خام لماذا تم يعني استقلالها هل هناك مخطط دولي كان محطوط لهذه الدولة جنوب أفرية أن تكون يعني دولي أكسليار بين بعض الدول خاصة أنه تحت المجهر اليوم المجهر دولي ونحن نشوف أنه ما بوصل لأمريكي يلعب دور كثير إلى أهميته بس هناك فرقاء دوليين آخرين غير الولايات المتحدة لهم دور هل الصين التي تشهد اليوم هجوم يعني زحفا على أفريقيا والصراع بعد فترة منها زمان سيكون في أفريقيا ليس صراعا أوروبيا سوفيتيا بل سيكون أمريكيا صينيا على سروات ونحن نشوف شو الصين بلشت تساعد الدول الأفريقية من السودان إلى جنوب السودان إلى حتى بعض الدول الأفريقية لشكل بالكونغو الديمقراطية أنتقل مجددا إلى الرباط دكتور خالد هل توافق فعليا على أنه الدور الأساسي لمشار أصبح هامشيا لم يعد له دور أساسي في جنوب السودان وما هو الثمن الذي تم دفعه مقابل ذلك وهل فعليا في قرار دولي بتحجيم مشار وبإلغاء دوره في المرحلة المقبلة لصالح من هل هو المنتصر الرئيس الفكار حاليا أعتقد بالفعل هذه الفكرة قد يجانب الكثير من الصواب لكن هناك نقاش حد في هذا الشأن والأمر جد معقد أولا من الصعب جدا تنحية مشار عن المشهد السياسي الجنوب السوداني لسببين أساسيين السبب الأول وهو ريادته السياسية ووضعه كمتقف في إطار حركة الاستقلال جنوب السودان تانيا هو ارتباطه بقبائل النوير وبالتالي هناك ارتباطات أسرية وقبالها يصعب فكها في هذا الإطار نعم هناك هناك نقاش في هذا الإطار حول تنحيته على أساس أن المشكل الشخصي بين مشار وصالفاكير يعد أيضا جزءا كبيرا من المعضل المشكل السياسي مشكل تقسيم طروات مشكل تقسيم المجال السياسي والتحكم لكن هو أيضا مشكل شخصي ما بين شخصين مناضل عسكري غير مثقف هو الرئيس ومتقف وإديولوجي ومرتبط بمجموعة من الشبكات الدولية هو صالفاكير أعتقد بأن هذا نوعا ما مقترح أمريكي تحاول أن تفرض في هذا النطاق بمريادة بعض الدول الإفريقية المشكلة الثانية هو الدول الإفريقية والدول المجاورة في حد ذاتها ليس من مصلحة السودان مثلا أن ينحى بشار عن هذا المجال بحكم أنه على الأقل قد يساهم بشكل كبير في ضمان مصالح الجنوب أو مصالح السودان في هذا الإطار ثانيا هناك إتيوبيا التي دعمت بشكل كبير مشار والتي في تناقض صارخ مع الدولة التي تساهم في تعمي سالفاكير ألا وهي أوغاندا ويجب أن نعلم أيضا أن أوغاندا ليست فقط إلا اليد وهي أساسا يد الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال ومعروف تحول يوري موسيفيني بعد سقوط الجدار برلين من مساند الاتحاد السوفياتي والأنظمة الشرقية إلى أن أصبح رجل الولايات المتحدة في هذا المجال انطلاقا من تأسيس لإيديولوجية جديدة في هذا النطاق معروفة للغاية ثم هناك من يلعب دورا ما ورأي ولا أحد ينظر إليه بالشكل الصحيح ألا وهو جمهورية جنوب إفريقيا المتحكمة بشكل كبير في هذا النطاق والتي تلعب بهذه الأوراق بشكل خطير للغاية على أساس أنها أيضا تتحكم في نظيمة الاتحاد الإفريقي لذلك أعتقد بأن الأمر جد معقد نعم هناك محاولة لإبعاد مشار هل هذا سوف يصمد أمام مجموعة تناقضات داخل الحركة مشار في حد ذاتها وداخل المجال الجنوب السوداني وهل سيصمد أمام تناقضات والمصالح الاستراتيجية لمختلف إتيوبيا وأوغندا هناك دور ما ورائه غير واضح وغير مفهوم لكينيا وهناك بالضرورة مثلا الكونغو الديمقراطية منشغلة في مشاكلها في شرق كيفو وجمهورية إفريقيا الوسطى أيضا لهذا مشاكلها الخاصة على أساس أن المجال الصراع في جنوب السودان لا يمس كثيرا هاتين الدولتين في حين يمس بشكل كبير السودان وإتيوبيا وكينيا وأوغندا بحكم أنه مرتبط أساسا من المناطق الشرقية والوسطية أكثر من المناطق الغربية لكن المسألة جد معقدة هناك فعلا ما لا أتفق معه مع الأخ من المنطقة هو دور الصين في تقديري المتواضع أعتقد بأن الصين سوف تدخل في مجموعة التوافقات التي قد تضمن لها الاستفادة من الرعي الاقتصادي في هذا المجال ودليل الكبرى التي كانت لها في حقول البترول آنذاك في هذه المنطقة نظرا لأنها دخلت في توافقات مع نظيمة جنوب السودان ونفس الشيء نشاهده حتى في الكونجو الديمقراطي إلى غير ذلك أعتقد بأنه من الخطأ على الدول الإفريقية وأيضا الدول العربية أن تعتقد في أن الصين سوف تدافع عنها وعن أنظمتها انطلاقا من دفاع عن مصالحها والصين اقتصاديا في الحقيقة مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي بشكل كبير وفي كثير من الحيان المصالح الاقتصادية هناك ارتباطات وهناك مجال للصراع أقوى هو مجال الشرق الأسيوي ومجال أزيان وأعتقد بأنه في هذا الإطار الصين سوف تدخل في توافقات مع الولايات المتحدة الأمريكية لتصفية الوضع وتقسيم الرعي الاقتصادي في هذا المجال دكتور خالد ما هي العوامل القوة وعوامل الضعف لمشار حاليا وهل بإمكان الرئيس سلفاكير الاستمرار بهذه الخطوة وكأن شيئا لم يكن ما الذي يمكن أن يقدمه للمعارضة التي إلى جانب مشار في جنوب السودان يجب أن نعلم بأن هذه تشكيلات السياسية في جنوب السودان نعم هي تشكيلات سياسية إيديولوجية وعسكرية أيضا لها تاريخ مبني على أساس الصراع ضد الخرطوم وليس على أسس أخرى في حين أنهم كلهم لعبوا دورا معينا أيام وحدة السودان على أساس أنهم سودانيين سابقين المسألة الثانية أن هناك صراعات شخصية ما بين الحركتين ما بين سلفاكير ومشار وأيضا هناك صراعات شخصية قوية جدا داخل كل نظيمة على حد وبالتالي هناك تسارع على المناصب والوصول إلى التسلط والتحكم بشكل كبير المسألة الثالثة وهو الارتباط غير الحقيقي ولكن الذي يعتقد فيه بشكل كبير ألا وهو الانتماء القبلي نعم الانتماء القبلي هو عملية موضوعة بالضرورة منطلاقا من المرحلة الاستعمالية لها بنا تاريخية لكن في الحقيقة هي غير الواقع المبني لكن يعتقد فيها وبإمكان تحريكها وقد تصبح جد خطير ألا وهي الانتماء الاثني خاصة الصراع ما بين النوير والدين والذي سوف يصبح حقيقة وقد علمنا ذلك منذ سنة 2013 و2015 حيث العمليات العسكرية كانت أيضا ليس فقط ما بين عساكر وميليشيات في حديداتها ولكن كانت هناك عدة عمليات انتقام وخرقات ضد حقوق الإنسان من هذه المجموعة وتلك وبالتالي فالصراع حاليا في كثير من الأحيان ينتقل من صراع ما بين زعيمين وما بين حركتين سياسيتين إلى صراع ما بين مجموعتين اجتماعيتين أو قبليتين أو اثنيتين ألا وهي الدينكا والنوير المسألة الأخرى وهي القوة التي يتوفر عليها الرئيس سالفاكير نعم له قوة رمزية على مستوى أنه الرئيس المتحكم في هذا المجال وهو المخاطب الأساس بالنسبة للدول والمدعم بشكل قوي من دول قوية في الميدان ألا وهي أغندا وجنوب إفريقيا بالأساس ومن ورائهم الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يضعف موقف سالفاكير بشكل كبير المسألة الأخرى وهي القوة العسكرية الحاليا ظهر بشكل كبير تفوق سالفاكير عسكريا على مشار خاصة وأنه في الأيام الأخيرة قدرته على استعمال الأسلحة الثقيلة والدبابات اقتناءه لطائرات الهليكورتر هذا سيمكنه بشكل وأيضا ميليشيات جديدة لا أحد يعرف من أين أتت ثم الدعم العسكري الذي كان يتلقاه بشكل واضح من لدن الجيش الأغندي نعم في هذه الأيام الأخيرة صعوب ذلك بحكم وهو ما كشفت عنه تقارير الأمم المتحدة بالموضوع السلاح دكتور خالد رح انتقل مجددا إلى الخرطوم وأستاذ عبد المنعم بالنسبة لمشار في ظل كل هذه الظروف على الأرض وبالتالي طبعا بالموضوع السلاح كما تحدث دكتور خالد وكذلك الأمم المتحدة نشرت تقريرا نقلته وكالة رويترز يتحدث عن دخول أسلحة إلى سلفاكير إلى داخل جنوب السودان وبالتالي هذا السلاح سيستعمل هل سيستعمل للجيش الداخلي وللحكومة أم سيستعمل ضد المعارضة الموجودة في الداخل الواضح أن صفقة الأسلحة التي أعلن عنها أنها الأمم المتحدة وقام بها حكومة الرئيس الفكير واضح أن هذه الصفقة مقصود بها مقاتلة الحركات المعارضة لأن الآن دولة جنوب السودان صحيح لديها خلافات حدودية مع دولة السودان وصحيح في عام 2012 تقاتلت الدولتين على الحدود لكن الآن الأوضاع مع السودان هادئة والآن الوحيد الذي يواجه سلفكير هو المعارضة المسلحة التي تزعم رياك مشار ما حدث عقب أحداث يوليو التي حدثت في عاصمة الدولة الجنوب السودان جوبا أن حركة رياك مشار حدث فيها انشقاغا كبيرا أن تعبان دينج الذي يشغل الآن منصب نائب الرئيس في دولة جنوب السودان معه مجموعة كبيرة من العسكريين ومن السياسيين اختارت أن لا تخرج مع رياك مشار واختارت أن تستمر في خلفها مع سلفكير لذلك الحركة حدث لها انقسام على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي وهذا سهم في ضعافها بشكل كبير جدا ولعل الدليل الكبير على هذا الضعاف ما أعلنت عنه دولة الكونغو أول أمس من أن قوات الأمم المتحدة الموجودة في شرق الكونغو عسرت على مئة من جنود رياك مشار وهم في حالة صحية سيئة جدا من جراء أنهم ساروا على الأغدام لفترات طويلة جدا في محاولة للهروب من الهجوم الذي يتعرض إليه من قوات سلفكير الأمر الثاني أن رياك مشار هو موجود الآن في الخرطوم وهو تاريخيا معروف أنه حليف الخرطوم بل يسمى الحليف الاستراتيجي للخرطوم لكن عندما قامت الخرطوم باستقبال تعبان دينغ وهو موجود داخل الخرطوم وأعلنت الخرطوم ريسميا أنها تستقبل تعبان دينغ بوصفه نائما للرئيس كان هذا إشارة إلى أنها على استعداد أن تتعامل مع الذي سيخلف رياك مشار وأنها لن تقف كثيرا عند محطة رياك مشار إذا حدث تبدلات في المسرح السياسي في دولة جنوب السودان الواضح جدا واضح جدا صحيح أن الدكتور ياك مشار وتعبان دينغ الإسنان ينتميان لإثنية النوير والحرب في جنوب السودان منذ أن اندلعت في عام 2013 صحيح بدأت خلاف سياسي لكنها تحولت إلى قتال بين إثنيتي الدينغ والنوير لكن كل منهم ينتمي لمجموعة من النوير نظرنا للنوير الوجودة الأكبر لهم في منطقة تسمى عالي النيل وهي منطقة متاخمة للسودان نجد أن تعبان دينغ هو من مقاطعة تسمى ولاية الوحدة وهذه الوحدة هي منطقة إنتاج النفط في دولة جنوب السودان بشكل كبير جدا بينما الدكتور رياك مشار ينتمي لمنطقة تسمى الناصر هي متاخمة للسودان وأثيوبيا لذلك الواضح أن المسرح السياسي في جنوب السودان مقبل على تحولات هذه التحولات فيها لعبين غليمين وفيها لعبين دوليين والإضافة إلى الموجودين داخل المسرح صحيح هناك مجموعات حتى من السياسيين السابقين في الحركة الشعبية التي وقعت اتفاق السلام الذي أفضى إلى انفصال دولة جنوب السودان أعلنوا أنهم يناصروا الدكتور رياك مسار مساء السيد باقان لكن واضح أن المسرح فيه كثير من التبدلات الإغليمية والدولية حتى الواضح أن حكومة سلفاكير عندما قبلت بمقترح مجلس الأمن بزيادة بإضافة أربع ألف جندي وضعت شرطا أن لا يأتوا من دول الجوار هذا الشرط أشار بشكل واضح إلى أن سلفاكير لا يريد أن يفتح الباب للتدخلات للدول المجاورة خاصة في ظل وجود جنود لأغندا يقاتلون إلى جانب سلفاكير منذ بداية الحرب رح أحكي إذا سمحت أستاذ عبد المنعم رح أفتح موضوع الحوار حول موضوع قوات حفظ السلام ونستكمل الحوار في التسويات السياسية والمواقف الدولية وأفاق الحل بعد الفاصل أهلا بكم من جديد في برنامج جيران العرب وأرحب مجددا بضيوفي في الأستوديو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس وبيروت الدكتور وليد عربيد ومن الرباط دكتور خالد الشكراوي رئيس وحدة الدراسات الإفريقية في جامعة محمد الخامس ومن الخرطوم الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس الصحافي المتخصص بالشؤون الإفريقية أبدأ القسم الثاني مع تقرير حول دور وموقع القوى الدولية وطبيعة وظروف عملها ونعود للحوار عشية أعلان استقلال جنوب السودان أنشأت الأمم المتحدة في التاسع من تموز يوليو عام 2011 وبموجب القرار 1996 قوة حفظ سلام تحت الفصل السابع بهدف الحفاظ على الأمن والسلام في الدولة الوليدة بعديد يبلغ سبعة ألاف جندي وتسعمائة عنصر من الشرطة المدنية وبمساهمة أكثر من خمسين دولة بعضها من دول الاتحاد الإفريقي سعت الأمم المتحدة جاهدة لتوطيد الأمن والسلام وتنوعت مهام القوة لتشمل المساعدة على تهيئة الظروف لتحقيق التنمية والأخذ بيد دولة جنوب السودان نحو إرساء نظام ديمقراطي لكن العنف حل ضيفاً على الجمهورية الطرية العود بعد عامين من استقلالها واندلعت اشتباكات عرقية دامية في كانون الأول ديسمبر عام 2013 بين مجموعات مؤيدة لسلفاكير ميارديت الرئيس وأخرى تابعة لنائبه رياك مشار أمام هذا الواقع وجدت الأمم المتحدة نفسها مجبرة على تعزيز وجودها فرفعت عديد قوة حفظ السلام إلى 12 ألف جندي بموجب القرار الأممي 2132 الصادر عام 2013 ثم عدلت في مهامها عام 2014 بموجب القرار 2155 لتجعل من حماية المدنيين أولوية عاد الاقتتال بين أنصار كير ومشار في تموز يوليو الماضي رغم اغتفاق السلام الذي وقع سنة 2015 ومع تزايد عدد النازحين إلى دول الجمار وقتل طول المدنيين والصحفيين نهيك عن جرائم الاغتصاب الجماعي كانت أصوات النقد تعلو بوجه القوات الأممية وصفة إياها بالعجزة أمام آلة القتل والاغتصاب أقر مجلس الأمن الدولي في آب أغسطس الماضي وتحت الفصل السابع إرسال قوات دولية إضافية قوامها أربعة ألاف جندي إلى دولة جنوب السودان قوة ستكون لها مخالب هذه المرة حيث سمحت لها الفقرة الرابعة من القرار باستخدام كافة الوسائل للإطلاع بمهامها وترخص لها فقرة أخرى باستخدام هذه الوسائل ضد أي جهة كانت وهو ما يعني استخدام القوة ضد القوات الحكومية دكتور وليد يعني قوات حفظ السلام الدولية في البداية كان الرئيس سلفاكير لا يقبل بتعزيز موقع هذه القوات ومن ثم رأينا أنه قبل بذلك لا بل قبل بالقرار الذي صدر عن الإيقاد بموضوع قوات حماية المدنيين التي من دون تحديد طبعا الفترة الزمنية التي ستكون فيها في جنوب السودان يعني ما هو دور وطبيعة عمل الأمم المتحدة في جنوب السودان هل هي حامل الحدود هل هي حامل المدنيين فعليا ما هو دورها يعني قوات حفظ السلام بجنوب السودان يعني قرارات أممية صحية ولكن تعود أيضا للاتحاد الأفريقي الذي يشهد اليوم دورا أساسيا في حفظ السلام بين الأزمات الحاصلة بين الدول الأفريقية أو بأزمات داخلية لسيما اليوم أن أزمة جنوب السودان أصبح ترتبط بثلاث عوامل يعني متكلموا عن الزملاء عامل داخلي صراعات داخلية عامل إقليمي تدخل دول أخرى أغندا يعني أسيوبية العبدور السودانية العبدور وعامل دولي أنه هي تحت المجهر الدولي من البلاد المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا وحتى الصين هذه بتخلي أنه الأمم المتحدة عبر قوات أفريقية من الممكن أن تكون متعمة ببعض الدول يعني الأسيوية أو بعض الدول الأوروبية من أجل حفظ السلام داخل القوى وفصل بين القوى المتصارعة على الأرض حفظ قوات حفظ السلام ليست لحفظ الحدود ولكن بقرار سياسي من الممكن أن يتم حفظ الحدود بين الدول يعني المشاورة لجنوب السودان قبول الرئيس سيلفا كير بهذه المسألة هل هو تراجع من قبله؟ أنا بعتقد أنه هون لأنه أصبحت أزمة جنوب السودان تحت المجهر الدولي وأصبح هناك ضغط ديبلوماسي وسياسي من قبل الدول الكبرى الولايات المتحدة الأمريكية من جهة وجنوب أفريقيا وحتى الدول المجاورة التي ترسل قوات القتال إلى جانب سيلفا كير بعتقد أن يوم قرار لماذا دور أسيوبيا دور مهم لأنه المقرر رئيسي للتحدي الأفريقي أيضا أنه دول شرقية أفريقية إلى دور فيما يحصل هوني بدنا نرجع للمستقبل رؤية هذه الدولة جنوب أفريقية إذا تشوف فيها وكل اللي راحوا عليها ما كان فيها بناة تحتية لحد هلأ جنوب السودان أفضل لا فيها طرقات لا فيها يعني بعدها بيسموها بالعلاد الدولي أم بي فييرش يعني هي تحت بعدها تحت المنظر من أجل الاستثمارات الكبيرة ومشوفة نحن الأوروبيين من جهة الأمريكي من جهة إحنا الاستثمارات الصينية الكبيرة بالدول الأفريقية يعني كان بيجور من جنوب السودان أو بالكونغو البعنجية يعني حتى المعادل السميني الصينيين متواجدين إلى جانب الأمريكيين يعني حالة الصراع ما مشوفها بكرة ولكن في العلاقات الدولية من أول مشوفها بعد عشر سنوات الصين أصبحت اليوم وستصبح في ممارن لاعب أساسية بجنوب السودان أنا تكلمت من نظرة أنه هذه البلد المستقل حديثا هناك صراعات داخلية على السلطة ولكن أيضا هناك شهية الدول المجاورة وهناك أيضا أنه بالعلاقات الدولية الدول الكبرى كيف سيكون لديها يعني مصالح في هذه المطق تبقى الأمم المتحدة الأمم المتحدة دائما ترسل قوات حفظ السلام تحت شعار الأمم المتحدة بس هالمرة هن قوات حفظ السلام الأفريقية يعني تجي من الاتحاد الأفريقي بيكون موافعين عليها من أجل الحفاظ على أن يكون هناك دور للأمم المتحدة بين القوات المتقاتلة الداخلية نعم أعود إلى الرباط مع دكتور خالد دكتور خالد ما هي أفاق الحل السياسي حاليا هل الظروف بدأت تتهيأ لاتفاق سياسي وإلى استقرار في جنوب السودان أم الحرب الأهلية لا تزال نار تحت الرماد في الحقيقة يعني العناصر الصراع ما زالت موجودة وهي عناصر مرتبطة بالزعامات الشخصية وبالاختلافات المرتبطة بالانتماءات القبلية والمشكلة أساسا وقد تحدث عن ذلك الأستاذ عبد المنعي من الخرطوب ارتباطهم ببعض المناطق والتي أيضا هي مناطق وجود حقول البترول إذا ندرنا الآن إلى مناطق الصراع كلها مرتبطة بجوبة وبالكال وديبو وكلها مرتبطة بمناطق الوسط ومناطق الشمالي الشرقي والشرقي عموما هي مناطق وجود حقول البترول في حين مناطق الجنوب الغربي والغرب عموما هي مناطق لحد الآن لم تمس بشكل كبير على مستوى الصراع علما أيضا بأن عناصر قبلية توجد في هذه المنطقة تختلف عن عناصر الأخرى النوير التي توجد في الوسط والدينكة التي توجد في الشرق إذن هناك أيضا ارتباط بالمصالح الاقتصادية وتقسيم الطروات الطبيعية والتحكم فيها هذا من جهة من جهة تانية أعتقد بأن الحل السياسي هو مرتبط أيضا بمجموع التوافقات القادرة والممكنة نسبيا ما بين الزعامات المحلية داخليا أو القدر الذي بإمكان سالفاكير أن يعطيه على مستوى التخلي على مستوى من التحكم لبعض العناصر منهم طبان يينغ وغير ذلك من الحركات الأخرى المسألة الثانية وهي مرتبطة أساسا بدول الجوار وهناك ثلاث دول أساس الخرطوم، أديس أبيبا وأوغاندا هذه الدول الثلاث لحد الآن داخلت في مجال جد متناقض مع العلم أن هناك إمكانيات للتوافق ما بين الخرطوم وأديس أبيبا في بعض الأحيان ولكن التراقض موجود بشكل كبير على أساس المصالح الاستراتيجية المتناقضة والمرتبطة بأمور أخرى بمياه النيل وغير ذلك وبتدخلات أجنبية كتدخل الإسرائيلي في المنطقة سواء في أغاندا أو إتيوبيا أو كينيا ضدا على المجالات العربية بالأساس السودان ومن خلال السودان هناك مصر فيما بعد المسألة الثالثة وهي الدولة الأساس التي تلعب العنصر الريادة السياسية والمحدد لتوجه الاستراتيجي الجديد في القرى الإفريقية ألا وهي جنوب إفريقيا وفي هذا الإطار هناك تقسيم خطير تشهده الدول الإفريقية وغير واعية به الدول الإفريقية التي تشكل غالبية الدول العربية على أساس تقسيم المجال الإفريقي إلى مجال أبيض جنوب صحراء لا يضم المجالات العربية التي سوف ترتبط بشكل نهائي بمنطق الشرق الأوسط الكبير وفي هذا الإطار وقعت عملية تقسيم السودان ثم هناك الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في إطار نوع من حماية المصالح لكن المشكل في نظري وفي تقديري أن هناك إمكانيات لإيجاد حل انطلاقا من هذه التوافقات وانطلاقا من تدخل الاتحاد الإفريقي لكن لا يمكن انتظار حل معين من الاتحاد الإفريقي في الأيام القليلة على أساس أن هناك تحولات داخلية على مستوى الرئاسة ومن سوف يكون الرئيس المقبل للمفوضية العمل الاتحادي الإفريقي وهناك مجموعة من الأجندات المختلفة الأخرى لكن في الحقيقة أعتقد أن سالفاكير سوف يستمر في الصراع سوف يتم هناك نوع من التقسيم السياسي إذا تم إبعاده مشار لكن عناصر الصراع سوف تبقى دائما جاتمة لسبب بسيط وهو أن عناصر تأسيس الدولة الوطنية في جنوب السودان غير متوفرة لحد الآن ليس لها لا أساس ثقافي ولا أساس سياسي ولا أساس جغرافي هي منطق وجود بقوة السلاح وبقوة قرار أجنبي تحكمت فيه الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا بدعم من إتيوبيا وأغندا أنتقل إلى الخرطوم مباشرة لنرى ما هو رأي أستاذ عبد المنعم في ما قاله دكتور خالد بالنسبة للعناصر المفقودة للدولة في جنوب السودان وبالتالي كيف هي أجواء الخرطوم بالنسبة لموضوع التسويات السياسية هل الخرطوم في جو التسوية السياسية ما حاليا ممكن أن يدفع سمنها رياك مشار خارج السلطة السياسية وبالتالي أيضا ربما آخرين من المسؤولين في جنوب السودان وما هي عناصر هذه التسوية إذا ما كانت موجودة الخرطوم اللاعب أساسي في قضية جنوب السودان أي تسويات تتم بعيدا عن الخرطوم ستكون لن يكتب لها النجاح باعتبار أن الخرطوم لديها خبرة ومعرفة وعلاقات ممتدة مع مجموعات كثيرة جدا داخل دولة جنوب السودان والحاكمين في السودان أو عموما يعرفون جنوب السودان بتفصيلاته وتحالفاته أكثر من أي مجموعة أخرى فالواضح أن الخرطوم جزء من التسوية التي يراد لها أن تحدث في جنوب السودان لكن في اعتقادي أنا أتفق مع الدكتور خالد في أن حتى لو تم التسوية محاولة لفرض التسوية المؤشرات الحرب الأهلية ما زالت موجودة في دولة جنوب السودان الدليل على ذلك أن اتفاق السلام الذي تم فرضه في عام 2015 تم فرضه فرضا على سلفكير ورياك مشار وقعا بضغوط الدولية والإغليمية وعندما عادا إلى جبا بدأ التلكم في تنفيذ الاتفاق وتأخر تنفيذ الاتفاق لعام كامل ثم بعد ذلك بعد فترة قليلة جدا من وصل رياك مشار إلى جبا اندلعت الحرب مرة أخرى ووصلنا إلى الحالة الموجودة الآن لذلك أي محاولة لفرض حل على جنوب السودان بتدخلات دولية برؤى إغليمية أو دولية لن يكتب لها النجاح لا بد للحل أن يصطحب معه التكوين الاجتماعي والثقافي لجنوب السودان والتناقضات السياسية والعسكرية الموجودة في جنوب السودان الآن غير المعارضة المعلنة لرياك مشار هناك مجموعات مليشيات متعددة تحمل السلح وهي الآن تقف على الحياد ولا مع رياك مشار ولا مع سلفكير لكنها في أي لحظة يمكن أن يحدث لها تحول وتكون لاعب أساسي في حالة عدم الاستقرار في دولة جنوب السودان لذلك الحل لا بد أن يشارك فيه عناصر من دولة جنوب السودان ولا بد أن يضع عناصر من دولة جنوب السودان أي محاولة لفرض الحل من الخارج سواء كان من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الإيقاد أو من الصين أو من أي دولة كانت أو من جنوب أفريقيا لن يكتب له النجاح وأريد فقط أن نشير إلى نقطة ذكرها الدكتور وليد في أن الصين صحيح هي أكبر مستثمر في مجال النفط في دولة جنوب السودان والصين في جنوب السودان غير استثماراتها الاقتصادية بدأت تلعب بعض الأدوار السياسية الصين الآن لديها قوات من ضمن قوات حفظ السلام الـ 12 ألف الموجودين أصلا منذ استغلال دولة جنوب السودان الصين حاولت التوسط ما بين رياك مشار و سلفكير عدة مرات الصين في يونيو الماضي استضافت لجنة مشتركة في الخرطوم و ارترائست لجنة مشتركة ما بين السودان و جنوب السودان في محاولة لحل الخلافات الحدودية ما بين جنوب السودان فالآن كثير من الدول تحاول أن تلعب أدوارا لكن هذه المحاولات الإغليمية والدولية لن يكتب لها النجاح تأسيسا على التجربة السابقة التي أفضت إلى توقيع اتفاق السلام الذي سرعان منهار يعني برأيك أستاذ عبد المنعم أن اتفاق السلام انتهى وتم تجاوز حاليا مع ذهاب رياك مشار وبالتالي نحن بحاجة إلى صياغة جديدة لاتفاق سلام جديد اتفاق السلام حتى لو لم يذهب اتفاق السلام الآن في حالة من الضعف والهوان ويمكن أن ينهار جنوب السودان ينزلق نحو الحرب الأهلية في أي وقت الآن في مجموعات عسكرية تناصر دكتور رياك مشار موجودة داخل جنوب السودان متخندقة في أماكنها تسيطر على أسلحتها الآن الخريطة السياسية في جنوب السودان متحولة أمس هناك نائب حاكم لمنطقة كبرى في جنوب السودان كان يدبع للرئيس الفاكير من سنوات طويلة أعلن انسلاخه من سنفاكير وانضمامه لرياك مشار سياسي كبير أيضا من جنوب السودان وظل هو مناصر لسنفاكير في سنوات طويلة أعلن انسلاخه من سنفاكير وانضمامه لرياك مشار هذا يشير كله إلى أن نعاني من حالة سيولة وحالة هذه السيولة يمكن أن تنزلق نحو حرب أهلية لذلك لا بد من إيجاد معادلة معادلة تستحب مع بعض الإيجابيات التي وردت في اتفاق السلام الذي يوقف عام 2015 من الذي سيفرض هذه المعادلة من الذي سيفرض هذه المعادلة أي محاولة الفرض أنا لا أعتقد أن أي محاولة الفرض هذه المعادلة ستفشل لا بد لهذه المعادلة أن يشارك فيها الفاعلين السياسيين الجنوبيين من كل الأطراف مشاركة فاعلة في رسم خطوطها العريضة وفي توضع تفصيلاتها في الوصول إلى حكومة انتقالية تأخذ البلاد في فترة انتقالية محددة ثم بعد ذلك تجري انتخابات عامة تسوق البلاد نحو حالة الاستقرار دكتور وليد هل برأيك أنه ضمن الظروف التي تم الحديث فيها أول شي فيه شحنات أسلحة إلى الرئيس سلفاكار فيه هناك أسلحة جديدة وحتى اشترى طائرتين كما قيل بتقرير الأمم المتحدة ودبابات وغيرها من الأسلحة موجودة وفيه جماعة رياك مشار لا يزالوا ناطرين فيه عدم استقرار بجنوب السودان نار تحت الرماد بالنسبة للحروب وبنفس الوقت حديث عن أنه كأنه هناك تسويات سياسية أو حل سياسي ممكن أن يأتي مين اللي ممكن يفرض هذا الحل؟ من هي الدول خارج إطار الدول الأفريقية اللي موجودة إن كان أغندا والخرطوم وأدي سبابا ممكن أن يلعب دورا أساسيا في فرض أي تسويات سياسية كما ذكرت أنا من الثلاثة عوام الأساسية داخلي وإقليمي ودولي واليوم الرئيس الفكاق يعني المعروف عنه أنه ما كانش هدك كان قائد عسكري ولكن بشخصيته المتناقضة يعني بذكرنا بالرئيس الروسي يلسين يعني كيف هيدا بتخلي أنه ما في سأة في أحساباك الاتجاهات نحو إجاد مثل ما ذكر الأستاذ بالخرطوم عبد المنعم أنه هناك يعني عادة كأنه بعض فيه ناس مترقبين للوضع الصراع يعني في خلط أوراق جديد في خلط أوراق جديد أنا بعتقد كمان الدول الأقليمية يعني مثلا أغندا هي اللاعب أساسي كمان بجنوب السودان ولكن هي أيضا هي التي أعطت السلاح إلى سنفاكار وهي كمان اللاعب أساسي هلأ في أزمة في ما يسمى الديالوج بالحوار تحت رعاية الرئيس كابيلا بالكونغو الديمقراطية ولكن الجيوش يعني الجيش الأغندي لكوانه موجود على حدود الكونغولية يعني معناتها أغندا تبحث عن دور إقليمي اليوم الدور الإقليمي يعني صارت جنوب السودان تحت كم ماشي أسيوبيا من مال والسودان من مال وأغندا من مال على سبيل التسفيق بدأ تكون تحت المجهر الدولي المجهر الدولي يعني معناتها أنه أفريقيا أفريقيا اليوم بالقرن الـ 21 اللي نحن بلشن فيه ستكون القارة التي سيتصارع عليها يعني القوى الدولية وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية ووراء الدول الأوروبية التي استعمرت أفريقيا والصين والهند يعني وهيضا مشوفة نحن من خلال الجوالي أو جليات المتواجدة على الأرض من تجار وصناع من هنود وصينيين لذلك ما بيكون فيه تسوي بجنوب السودان لأنه حد الآن جنوب السودان ليست دولة مثل ما قال الدكتور خالد يعني بعد الحلال الأنفرس سيكير البلونة التحديية ولا يوجد جيش قول ولا جيش بعد حد الآن ميليشيات تتقاطع وفي فكرة كثير أنه القتال حول البترول والغاز والإنسانة بينما الصينيين أخذوا مناطق عديدة وبلشوا بالإصلاح الزراعي في مناطق عديدة من جنوب السودان هذه ما تطرق إلى الزملاء بأعتقد اليوم أنه أي تسوي بدي يكون فيه قرار للاتحاد الأفريقي الاتحاد الأفريقي اللي بدي أرسل من قوات حوز السودان وذلك أنه دور إثيوبيا دور كتير مهم بديك شوف كيف التفاهمات ولكن تفاهمات بدأتكون داخلية أو شي في قوة لحد هلأ بعدها قوة صامتة ما تدخلت بتشوف مصالحة وين هل التوقيت هو المشكلة أم في ظروف أخرى لازم تخلق لهكذا حل أنا أعتقد يعني بالعلاقات الدولية لماذا تم صلخ جنوب السودان عن السودان وهذا السؤال اللي كل القبراء في العلاقات الدولية بيطرحوها لأنه كان فيه تواجهات في رسم خريطة في العلاقات الدولية الجديدة هل جنوب السودان التي هي تقع في قلب أفريقيا تكلم عن مياه يعني منابع النيل كمان يعني كل العوامل بتخلي أنه جنوب السودان أن تكون في نظر الولايات المتحدة الأمريكية ونظر القوى الصاعدة الأخرى كالصين والهند أنه يكون إلى دور لماذا؟ لأنه الخط الدفاع الأول عن بعد أفغانستان يعني بدأت أدخل أنا بالعلاقات الدولية من الممكن أن تكون جنوب السودان هي الدولة الثانية لخط الدفاع عن الغرب في المنطقة في أي مشابهة مستقبلية بس مش مستقبلية بكرة مستقبلية عن بعد 20-30 سنة بين الدول الصاعدة اللي هي الدول الأسيوية الفضاء الأسيوي والفضاء الغربي اللي هو عم نشهده يتراجع يعني حتى بحماية مصالحه هذا كله إليه علاقة بما يحصل اليوم بجنوب السودان أعود إلى الرباط مع دكتور خالد دكتور خالد يعني ما الذي يمكن أن يساهم في جعل جنوب السودان بلدا مستقرا في الحقيقة جنوب السودان لن يكون أبدا بلدا مستقرا لأن عناصر إيجاده هي عناصر إذكاء عدم الاستقرار في المنطقة والكل كان يعرف ذلك هناك أمر لم نتحدث عنه هو الأمر الديني يجب أن نعلم بأن مجموعة من الكنائس المتعددة لعبت دورا كبيرا بشكل كبير في استقلال السودان في علاقات متميزة بالأساس مع الكنائس الإنجيلية والبنكتورتيس وغير ذلك من الولايات المتحدة الأمريكية واتهام السودان بخروقات إنسانية تجاه غير المسلمين في هذه المنطقة وهو ما أدى بشكل كبير إلى دعم المواقف الدولية لدعم استقلال جنوب السودان المشكلة الثانية هو مرتبط أيضا بقضايا المياه الجنوب السودان يرتبط ببحر الغازل أي النيل الأبيض وهناك سراع قوي حاليا ما بين دول حوضي النيل ومصر وهناك بالضرورة نوع من التوافق نوعا ما ما بين مصر والسودان في هذا الإطار ربما أنا لست متخصصا في القضية لكن المسألة خطيرة جدا وبإمكانها أن تشكل عنصر عدم استقلال انطلاقا في كافة حوضي النيل وهناك تدخل إسرائيلي قوي في هذا النطاق انطلاقا من العلاقات الخاصة لإسرائيل مع كينيا ومع أغاندا بشكل كبير وزيارة رئيس الوزراء نتانياو مؤخرا إلى أغاندا كانت مهمة للغاية في هذا الإطار والعلاقات المهمة التي تبنيها إسرائيل مع إتيوبيا في هذا النطاق بالأساس لأن هناك مخطط خطير جدا تجاه دول شمالي النيل بالأساس السودان ومصر ثم هناك الولايات المتحدة الأمريكية والنظام العالم الجديد الذي حاولت أن تفرضه ولكن المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أنها في كثير من الأحيان تكون لها نظرة بعيدة والأبد لكن في كثير من الأحيان نحن أمام مواقف قريبة الأمد في إطار حلول ترقيعية للمجالات بدون بعد النظر في كثير من الأحيان بالنسبة إليه أيضا يبقى هناك مشكل خطير للغاية وهو القضية الإفريقية في حديداتها الاتحاد الإفريقي ربما نعطي له الكثير من الأهمية في حين أنه إتحاد في كثير من الأحيان فاشل عن حل المشاكل الإفريقية الداتية بحكم التناقضات بداخله وبالأساس التحكم الجاري به العمل حاليا من لدن جمهورية جنوب إفريقيا في هذا الاتحاد وفرضها لمجموعة من الأجندات الخطيرة في هذا النطاق إن على مستوى التقسيم الجاري ما بين جنوب سحرة وإفريقيا الشرقية من جهة والشمال الإفريقي من جهة أخرى أو تقسيمات على مستوى الاقتصادي وعلى مستوى الاستثمار وهذا نشاهده بشكل كبير ما بين الدول الشمال ودول الغرب خاصة الفرانكوفونية أو الدول العربية الإسلامية والدول الأنجلوساكسونية المرتبطة بأجندات أخرى علما بأن هناك أيضا تدخلات خفية أخرى تدخلات يابانية لكن مصلحية اقتصادية وكان هناك اجتماع للتيكاد مؤخرا في نهاية 8 شهر غشت في كينيا هناك تدخل للهند خفي للغاية لأنه تدخل غير رسمي ولكن مرتبط بالمصالح الاقتصادية في حين يبقى التدخل الرسمي الوحيد هو للصين لكنها في كتن من الأحيان سوف تسعى فقط للدفاع عن مصالحها في إطار من التوافقات في الختام أشكر ضيوفي في الأستوديو أستاذ العلاقات الدولية في جامعات باريس وبيروت الدكتور وليد عربيد ومن الرباط دكتور خالد الشكراوي رئيس وحدة التأدير السات الأفريقية في جامعة محمد الخامس ومن الخرطوم الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس الصحافة المتخصص بالشؤون الأفريقية وأشكر متابعتكم برنامج جيران العرب نلتقي الأسبوع المقبل في نفس الوقت عبر نفس الشاشة التلفزيون العربي معي أنا نجاة شرف الدين إلى اللقاء اشتركوا في القناة